علاقتي بالإماجينيشن كانت كبيرة يسر كما قايت فر صغير اللي بالطبيعة فما الكارتونز واللي اللي كيبشي تفرج الواحد ولا كيبشي طلع على حاجات ناوء شخصين كنتك نعدي وقتك اللي نتفرج فيه مش نعاود نتبقه على قد ما نبني عليه ونتخيل حاجات معناتها في اسباسك وحدي وكل في بيت مساكر على روحي الحكاية كانت تضحك أخوتي الكبار وعنا كيب يتفرجوا فأين تخيل فيه روحي درا شنوء مرة تخيل فيه روحي كوارجي مرة تخيل فيه روحي ونعرش هزيم الرعد أهلا وسهلا سيف مرحبا بك بيناتك عايشك أخوي عايشك سيف أنت عليش جيت فيك كيف ديلر بودكاست هو الأكد في اللي انترو كي أعلن على أنه سيزون ثينية رجعت أنه مش يكونوا في بودكاست الحلقات الظومة شخصية يولهموني شخصين كان عندهم فضل في بعض المواقف والتجير وبالشخصية اللي أعطاوه معنى للي كنت نعيش فيه برميل عبيدة الظومة هو ألفا شرفني على الأخي يا عايشك يا سعيد اللي نعتبر موزيكتك والأغنياتك هي عبارة على حكايات وجايع مغلفة بالسكر كي ما قال ياسر تخرج مزيانة على الأخر من البيت من الكلمات فما فما روح مزيانة على الأخر لكن كي نجي وندخلوا الأصل الغنية وأصل الحكاية معنى تتحس أنه وراها برشا وجايع وراها برشا كيف كي ما حكيت لكم بكري صحاوات روحية تجير وبقاسية اللي إنسان استخلص منها الحكمة بشخارشنا بعد إيكا في شكل غنية ألبوم في معنىها في شكل حاجة مزيانة للدنيا آثر مزيان بالنسبة ليا معنى تها غنية ما تنجمش تكون غنية معنى تستحق أن تخرج للعالم إذا كان قبل كل شيء ما يكونش وراها حكاية معنى تها مش لازم ديما معنى تها قصة أما حاجة بتاتر معنى تها مدعاة للتفكير للناس اللي بيش تسمع حاجة ريليتبل بالانجليز معنى تها حاجة اللي عبيدك يسمعوا بتاتر بيش يبرتاجوا حاجات يرا وروحهم فيها يرا وروحهم فيها هيكزك تمام فوالا معنى هك من من اول من اول من اول البدايات معنى الحقيقية معنى تها في في انسانيتي وكل وقت اللي مع اكازمك معنى تها كان نكين الذكاء كان الذكاء هو الدفع اللي خلينا معنى تها نكتبو ولا 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 معنى تها نعملوا نعملوا موزيكا حاجة حاجة تمس حاجة وراها وراها مع فهما باكراوند معتها فهما فهما ستوري فولا وبش بش بش الانسان ينجم يخلط للناس اللي مستحقي معتها اللي هم هم الناس اللي مستحقين الانرجية ذيك أكثر من عددهم عدد العباد اللي بش يخلط لهم فولا وكوتي روحانيات معانتها بويسك الانسان كون ديما انترستد بتوسكي موزيكا سول وإيا حاجة تخاطب الروح عن جنرال والموزيكا ذيكا الالتيميت قول متاعها ذيكا معانتها الهدف الأول وأهم حاجة هو أنه منهم معتها كونتاكت معتها خطاب بين الأرواح كسوال الأرواح اللي تخدمها وللأرواح اللي تطلقاها معاناها . تجد أن تكون حتى madeitation للإنسان اللي يخدمها وللإنسان اللي يسمعها . غادي غادي الزياليمنت معناه . أما الزياليمنت الهناه نجح الفا في إنه يحطه في غنياته . و نجح في إنه المفعول هذك اللي موجود في غنيات . إنه يعديه اللعبين اللي تسمع لكن ألفا تخلق معناها جاء من بعد ما عاش سيف من بعد ما جرب سيف ومن بعد ما استخلص سيف حيكمن برشة تجرب ومن بعد ما استفق سيف إحنا بش نحكيه من اللولي كي بش نبدأ بش نحكيه على سيف اللي جاء من القصرين شنية عاش كيفش كانت بداياته وقته أول مرة شد استيلوه بدا يكتب الغرام بتاع الموزيكة كيفيش بدا يظهر فيه واخذي قرار إنه بش يتبه الحل ما بش يمشي وراها سيف معناتها باركور معناه اللي إسبق بداياته في الموزيكة كانت ماهيش معناتها كقصص شيقك على قد ما كانت حاجات أنا نتيم محلا هكا بيني وبين ماي إماجينيشن خطر كاتفل صغير معناتها كنت لكثارية متاع الوقت نعدي واحدي معناه رغم أني معناتها فامي نومبروز ما شاء الله معناتها كل واحد من خوتي تبع في حاجة معناه وانسبيري تمنو حكيه كسوفي في شخصيتي ولا حتى بعد كيش ألفة معناتها كفقت باللي فهم حاجات جايين مستمدين مغادي وكل علاقتي بالإماجينيشن كانت كبير يسر كيما قايت فل صغير اللي بالطبيعة فهمة الكارتونز واللي اللي كيبشي تفرج الواحد ولا كيبشي طلع على حاجات ناوئ شخصيين كنتك نعدي وقتك اللي نتفرج فيه مش نعود نتبقه على قد ما نبني عليه ونتخيل حاجات معناتها في اسباسك وحدي وكل في بيت مساكر على روحي الحكاية كانت ضحك أخوتي الكبار وعلاك كان يتفرج فيه نتخيل فيه روحي دراش نوة مرة تخيل فيه روحي كوارجي مرة تخيل فيه روحي من عرش هزيمة الرعد فهلا ذيك كان اليمان مهم يسر هو العلاقتي بالمجانيشن وانجنيرال حتى في من توتولاند لجورني حتى للحظة لينحوت فارسي على مخدة قبل معناتها الواحد ما يهزونون في العام مرة ذيك كنت نتخيل حاجات وبرميل حاجات اللي اللي كيبديت نبني لهم في أمورهم في المجال الخيالي ذيك كانت كانت لفت أني 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 نتخيل روحي سورسين نتخيل روحي نعمل موسيكا كما معنى تخيل تروحي مارش ذاته تخيلت روحي أن أني نكون فما نكون نكون في مواقف في بلايس معنى مؤثرة اللي فاها اللي فاها الاكسية اللي فاها معتها ما نعرش مجال مجال متاع 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 انرجي ومتاع بني وبين بني وبين العبيد والناس اللي كيفي المسايف مهم سمحني قص عليك بالعسل المهم مع اللخر الكلم اللي حكيته على خاطر كي كنت نحكي مع صحابي وكل في كل مرة نحكيه على اي انسي رو عنده مهمة في الحياة ونتسألوا كيفيش يعرف برميل حاجات اللي كانوا ينجم يجوبوا على سؤال شنية الميسون دو فيمتاك انو يقولوا كديما ارجع للصغر ارجع للصغر اللي كانت فيه وقت هالوعي تبني في مفاهيمك والصغير ما عنده كان ليماجيناسيون وقتها صغير يتلقى وفي مخه يبني على اللي يتلقاه ويقولك بش تعرف عليش انت يجيت للدنيا ولا بيش مغروم ولا غرامك ارجع كيفي كنت صغير شنية اكتر حاجة كانت تفرحك وفهم برشة صغار كانوا يتخيلوا في رواحهم في حاجات وهذه سمعتها من برشة حكايات فمش كون اللي كان يتخيل في روحك معناها طفلة صغيرة متعادية راتل في التلفزة قيل بش نكون لهناء وكانت تعجبها انه ونجحت من بعدي كافي انها تكون في التلفزة كيفيش انتي متاع الموزيكة ولا السين كيفي كانت تجي كليماجيناسون ولا الانسبيراسون متاعك مني كانت تجي شكون كان هك كيتخزر متاع اي حاجة هذي نحب نجربها ونكون فيها على بكري بكري معناها كطفل معنا ما كانتش ما كانش فهم اسم معين معنا خاطر خاطر لحظة الانبهار بالموزيكة ككونسبت وكفن وكحاجة نحب نعملها كانت من بعد جيت من بعد اما كي ما قلت لك معناتها كيفها كيف برشة حاجات اخرى معناتها كتخيلتهم وتخيلت روحي فيهم معنا وحاولت انطبقهم معناها كمعناتها كطفل صغير معنا عصام طيش كيفك كمعناتها كمعناتها كسليح متاع انسان سوبرهيرو بش يونقض ولا بشام كمعناتها كمتخيلها نعم اللي بدن تخيل في روحي شنو نعم معناتها غادي في حدود في حدود المخيلة متاع تفل صغيرة اللي هي ما عنديش حدود معناك تجي تشوف فهو لا بعد معناتها هي ديما نحكيه هنا موضوع هذا كالكتيبة جيت قبل كل شي معناتها ك جاني لان فيه بش نكتب قبل ما جاني لان فيه بش نغني ولا بش نسجل الغنية ولا في المدرسة معنا في المدرسة كانت كانت معنا مبنية على علاقات مع مع معلمين وكل فما اللي غرسوا فيه معناتها حب الكتيبة معناتها كيما كيما بطريقة نيجاتيف كيما بطريقة بوزيتيف فما اللي حاولت نثبت روحي معتها أترافير إلي نكتب وكل وفما اللي شجعها فيها لحكي دونك خرجت من غادي وكنتك ناخذ ناخذ ديمومو مع روحي يذوكم هما بيدهم لحظات الطفولة معناه اللي كان الإنسان يتخيل فيهم روح وحاجات من بينهم زيادان تخيل روحي إلي معتها نكتب من عرش قبل كنتك حاجاتك دون أمبورتكوا معناه كانت كانت نصوص وكانت هاو معناه كانت دي تكست كتيبة وكل فمت فلا بدت تكبر الحكاية أنا وقت اللي في ألفين ألفين وواحد كانت فامة معنتها يعني الموزيكا الكولشور هيبوب بدت تفك في بلاصة في العالم معنتها أكثر من أي وقت كانت عليه قبل ذلك رغم اللي معانت العشرة سنين متاع التسعينات كانوا معبين بانتاجات في الكولتور هذي محلية معاللخر معناها وعبيت أثرت ومست ما نتصور معانتا ألفين ألفين وواحد وقت اللي وقت اللي دي ما زدنا حكاها الحكاية دي خاطر معانتا في التايملاين متاع حياتي حاجة معانتا بريود مهمة ياسر وقت اللي معانتا دكتور دري وإمينيم وجمع علي معهم في أبين سموك تور الكل وغلاء وقتها كانت فامة ألبومات اللي دي ما معانتا نشوفها كبدأ شوية الهيب هوب يخذ بلاست معانتا الراپور بدا يخذ بلاست الروكستار شوية معانا ولا هو يخذ في بلاست الروكستار يخذ في معانتا اللي كان عاملو الراك اندرول انجنيرال في العالم معانتا كبدأ يعمل فيه الهيب هوب بابرتير معانتا بدت تتفع على الحكاية براست الروكستار ويصل للايا أي فئة عمورية منهم معانتا الناس اللي كانوا في عمرين بالضبط وقتها نتصور ظهر اللي بحظة سلسة بتي دقي حاجة كيك ولا دونك اللي اللي أقل حتى نتصور ثانية ثالثة وقتها دونك دونك ولا ريت ريت M&M ريت Snoop Dogg معتها جماعة ذوكم Ice Cube Exhibit معتها اللي مع دكتور دري في خدمة دكتور دري كل تأثرت بصراحة حاسي تروحي معتها شو لتو M&M حاسي تروحي نحب نعمل حاجة هك هذا هو متاع هذا هو مش بذبت صحيتة كل اللحظة متاع I got infected معنا تعديت بالثقافة دي اللي كانت كيمال انتشرت بطريقة كيمال كيمال عدوى معنا بطريقة إيجابية بالطبيعة I got infected ووليت نحب نشوف روحي شنو النجم نعمل شنو النجم نكتب حاجة فاهمة ميزيكاليتي معنا فاهمة نجمي كون تكست معتها معتك بالفاهم البسيط متاع الطفل فاهمت اللي يرا وفاهمة قافية هي تحكم في في ريتم متاع كتيبة معمول على موزيكة معاينة وكل وجربنا حاجات في الصغر وكل كان عندي صحابي معنا كان نركشو مع بعضنا ونكتب ومن أول من أول من أول اللي تيم اللي كتبنا فيهم كانت علاقتي بالعلاقتنا عفيت بالمحيطنا معنا بالجسريين وده تائم كما معنتها حتى كنرجع نتفكر لتيكست الويلة اللي ما نتفكره مش بالضبط بالضبط ما كنرجع نتفكر روحي على شنو وكتبت حقيقةً معناك كانوا حتى مواضيعي اللي نحكي فيهم تاوي وبيلي نهرب في الموزيكة ديما لنك اروحي اللي اللي تكست اللوي لذوكم كانوا تماتيك اللي معناك كانوا حاطيني بالضغط وين بس نمشي معناك حاجاتك حاجاتك من الهار معناك تسكي all about love all about the streets that i'm connected to معناك الشويراء اللي تربطت بيهم وعشت فيهم وولا معنا من غادي بدايتك بتتزرع في روح ولا بدايت تزرع في الغرام بالرسمي متاع اني نسجل موزيكة ونعمل راب ونحب نولي رابير ونحب نعمل هكة نحب نبرفورمي بالرسمي قدام عبيد أما أنت وقت اللي يجيك لغرام وقت التعامل في أنه يجيك لغرام وتأكدت أنه هذه الحاجة اللي تحب تعملها كوي خزرت هكا بجنبك وريت ليداير بيك كيفش كانت ردد فعلك اليوم السيف شنية بشتعمل شنية الظروف اللي أنت موجود فيها كيفش تنجم تعاونك وين النجم نخزر معناها وين النجم نمشي نحلم كذا على خطرة كيما حكينا على طبيعة المناطق كيما القسرين قرح سيلكيف ومناطق قاسية في الطبيعة وفي حتى في طبيعة العبيد كيفش تعاملت معاك ما كانت مشجعة في غروف معناها حقيقة ما كانتش نخزر أني ما كانتش فهمة potential road map واضحة معناها فهمت ما كانتش تكون كان أني حاجة زد شجعة تفاية وموتيفة تفاية بش أني معناها اللي فات إنو ما كانش ما كانش فهمة معناها سين متاع خدمة معناها معناها ما صبقونيش عبيد في القسرين يعملوا في نفس الموزيكة ديك على قد ما كانت متشجعش على قد ما كانت شجعي أوكي تكون أول واحد رغم لي معناها فهم عبيد عملوا محاولات اللي معناها حتى كانوا منهم أصدقائي معناها فهم عبيد قبلي أكبر مني في العمر حال ما كانت دي محدودة في أنتوراج برأسفل في الليسي اللي قرنا فيه ولا في الحومة اللي سكنت فهمش كون إذا كان يرابي لوليد حومت وإذا كان يعمل يسزل بمحاولات دراكيفيز يسزل للليسيين اللي يقرأ ونستسمع وكل ومتفوتش معناها أي محكة صغيرة اكزاكتو ومتفوتش المحكة اللي خرجت منها معناها معاها 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 الواحد معتا يزيد في العمر ويكبر معاها اللي انخلطنا هكا شوية للليسي نتفكرة معاها سجلنا حاجات بالرسمي معناها وبديت الحكاية تدور مش بديت الحكاية تدور فعلا أما معناك بديت نظهر في المدينة معاها هي والقسرين معاها كبليز امو نسكول تعرف ببعضها أما بديت نظهر كاذي يحب يولي رابير وبالتبع تعرف معاها كمي بش تكون فهم مع بيدك نوعا ما تسوبرتي أكيد بش يكون فهم عبيدك بيش يعمل خاطر حاجة جديدة على المنطقة وحاجة جديدة على العبيد وطريقة التخميم بتاعهم بالضبط رغم اني ما كنتش مكان نوع معناك باقي 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 وكسكاتات ودركي في لها عادي عالاخر أما جزت كان فهم الرغبة عرفت عالاخر اني نعمل نعمل هالموزيكا ذيكا وبدأت تكبر فيا لحكاية معنا اللي شغلت معناه كوان في مخي شدت وغادي ما عادش تنحع معناه كان فهم بالرسمي نحب نعمل موزيكا توصل ومش كان في القاسرين هو الهيب هاب والجنرال والراب كالتشر في تونس وقتها ومبعد الوقت ذاكا بشوية مكنش منتشر كيمة موجود معنا في تونس كان فهم كعبتين وكعبة وكهو وواحد منهم بركة معناه يتم يعتبر نجح معناه في الوقت ذاك وفوالا وكملت حتين لين لينك شوية الباك جاءت الباك ماكتعرف معناتها كيفش الواحد يولي معناه فوكس كان على نجح في الباك يتخطى هالفظ ذاك بشي نجم يتعدى معناتها ويشوف المرحلة اللي بش جيم بعد معناه وكل نجم يوخر كايت جيم اكزاكتما كان الواحد معناتها من بين الأسباب اللي زيد موتيفات نسيك نحب نوسع رقعة الكميونيوتي اللي نموجود فهب بش ننجم بتيتر نيقاح ولول أكثر بش أني نعمل موزيكا معناتها كتاب دا كتاب دا فهما لغرام معين ولا حاجة اللي تحب تعملها راو أوتوماتيكمون اللي تعمل في حياتك الكل بش يكون ماشي كله يصب في طريقك في العام في ثنيتك معنا حتى كان حتى كان تقرى مهمية سردية حتى كان تقرى ولا مثلا تخدم في خدمة بش تنقض نهارك ولا تنقض شهرك ولا تقدم ويبدأ فما الغرام وفما الابسشن وفما البركور ولا البروسيس اللي انت تمن بيه وموجود فيه راو أي حاجة أخرى تعملها مجهوداتها تصب في اللي انت تحب تخلط له معنا فما بتاترة نجم يكون إنسان يخدم من عرش في كوشة ولا يخدم في قهوة أما هو يحب يكون بانتر ويخدم يعمل بانتر وفما كرافت قاعد يقدم فيه راو ما جهوداته في الحاجات اللي يعمل فيها ومفحيت وكل بيش تصب بيش تقرب ويش تخليه يقدم في البروسيس اللي هو موجود فيه ديجا دونك فوالا قراية على قد ما كنت في البريود ذيكا ومبعدها على قد ما كنت نجح وماشي الامور في توسكي قراية وكل على قد ما كنت نخزر لها لشيء إلا كوسيلة ولا بشي عديني يلوين النجم بيتيتر نحس روح يأرتح في اللي نعمل فيه ولا بش تكون معناتها كوسيلة بش تقربني من اني نقابل عبيد جدد النجم من اكستينجي معهم في الكرافت هدا هو بيدو في الموزيكا ولا نجم نقدم في باركوري ولا نجم نبدأ نعمل حاجة بالرسمة تحسسني معتاك تبدأ حاجة تبدأ تشبع فك اللي عندي مجحت بعض الباكو و بعض تعدينا للمرحلة سامحني متاع سوسك قريت في سوسك اللي هي من غادي بدأت حلقة محلقة على الأخر تعرفت على مجدي كازمك في الفاكو بدأت حكاية إنسانيتي اللي هي من أهم من البروديات اللي نحنلهم عالاخر ونتوحش برشا برشا من البروديات وبرشا من بروفيلي كأرتيست كل شيء تصور وقتها كل شيء تعمل وقتها أما الهناء انتي بشا خرجت من القصرين أكيد مهم عالاخر للكلم اللي حكيت وعلى خاطر نرجع ونحكي لك على جد ما الطبيعة غاديك قاسي على جد ما ساعدت لك عبيد إنها تقرأ وتحاول إنها تنجح وكل والموتيفاسون الوحيدة إنها بش تحاول تخرج بش تنجم تلوّج على مساحة وين تنجم تحلم فيها بتقال ليه معين مش تنجم تطبق الحلم الذاكب هو معناها مش معناها ما تنجم أما الصعيب صعيب في في ظروف معناها قاسية كيفية قاسية قاسية معناها إنه في في دومانات معاينين فمش عبيد سابقت فمش عبيد ذاي بايفد دووي معناها حل وثنية في فشير مع تمام شفاء حتى حد دونك كشيب انت ولا كبليز ومراهق سيورمو بش تطلق العينين للأحلام معناها ولذات الطموحة فيك سامحني معناها تولي تحب تعمل حاجات غير معهودة والغير معهود في أوصات كيف 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 ما هوش ياسر معناها مرحب ما هوش ياسر مرحب ساحي ما تلقيش ما تلقيش معناها المحافزات ما تلقيش اللي بش تخليك مثلا تعمل بالرسمي معناها فامد دونك فاما الناس اللي يقبلو كتحدي ويعتبرو هدي كموتيفاسيون كما كنا نحكو بكريم وفاما الناس تدخل تستسلم للواقعة متاع اللي هو استسلم وفي نفس الوقت في جانب من الشجاعة خطر لفت انك بش تقرر انك تكون واقعي في أوصات كيفا كيكا وتستسلم للبرغماتيزم والرياليزم معنا سيكو ما هيش عيب معنا سورتو كتاب دوراك عائلة يجبك تخمن فيهم ويجبك تحس بظروف معاينة وكذا اما في نفس الوقت كي يفصل البروسيس متاع الاستسلام للواقعية ذك بش تكون فما معنا تضحية مثلا بأحلامك ولا بطموحاتك وقتها تولي معنا فاها جانب جانب شجاع وجانب جابان في نفس الوقت دونك ديواليتي فاها بارادوكس بتبعاتها معنا تلح حرب من الأول معنا متصور من أعمار من الأول الواحد نزيل جون معنا يخمم هكا ويشوف بش يكون بالنسبة لنا الحمد لله معنا على حاجة ديما نحمد على ربي هي عائلتي هي أخوتي معنا شورتو معنا ناس صغير في دارنا برشة من أخوتي يحكولي كورا وبرشة معنا من الحديث اللي وصلني من أخوتي سكورا ونحن الكل نرانا معنا ك كل واحد فينا معنا تخير ذيك اثنية متاع الواقعية معنا كي يزمني هكا نقرأ ونحاول ننجح بشك ننجح نخدم بشك نخدم وذي الكل ومعنا قرارات استدعتها الظروفنا والواقع اللي كبرنا فيه والوقت اللي كانوا فيه بالضبط كانوا يقولوا أنترك هو اللي عندك الاسباس بش تنجم تعمل أعمل ما تتخمم مش معنا يشجع معنا كانوا اشترك الى يوم هذا اشترك عائلتي كل والنوع هيدا متاع الاخويت نقص عليك سيف بالعسل مهم على الخر على خطر خطر الاخويت كي تبدأوا تجيوا في أعمار مختلفة وكل هما يبدأوا عايشين ظروف عاش وحاجة أقسم اللي انتي ريت ويمكن وانتي جيت في وقت اللي هو باه وكل يبدأوا الحاجات اللي هما ما عملو همش والأحلام اللي في انك توصل اللي تحب عليه تكون ذاتك خاطر احنا سامحنا رانا منجح نيش انتي نحبك تكون ذاتك مش منجح نيش سامحنا رانا جزف نيش والا هدا صحية في البتاتر كل واحد فيهم حاب اي شي ممكن شاف روح وانو ينجم يعمل فيها حاجة كالجانب اللي يخرج من الوقع اللي كنا نحكو سعديا واجتماعيا فهلا كنت فهم بين سيور القراية خاطر ماك تعرف معنا لازم الواحد كما قلت لكم اللول كانت مربوط اي حاجة نعملها كوالسوال القراية ولا اي حاجة اخرى مربوط قبل فات اني كله يصب في البروسيس متاع غرامي ومتاع طموحاتي في غرامي هدا الحاجة اللي حب نعملهم كما بين سيور معناتها كما يشجعوك العائلة بش انك تعمل كما زدها يستنوا منك بش انك تنجح في قرايتك خاطر بلوزو مو هي كما الرفيرانس في مجتمعنا معنا هيك لازمك لازمك تضمن نيفو معين معنا وكل كها ومن غادي من غادي أو من الباك ونجح في الباك وكل وجيت عديت الصوصة معنا بش نقرأ في صوصة بش نقرأ أنجلي في صوصة بعد عام لولا كتعدم كجست نكتشف في الوضع نكتشف في ريتم جديد في حياتي كأتوديون معنا حاجات كانوا متوقعين حاجات ما كانوش متوقعين ومعنا كان فهمها بين سيور ضغط زادة بالطبيعة وكان ثم صعوبات وكل ومن بعد أبطير من العام الثاني من اللي صار صار الكنتاكت بين اتينا ومجدي معنا كازميك اللي معناتها ويشيرد برشا معناها كاللقينا برشا دي بون كومان كوتي معناتها حتى سمعان موسيكا والطريقة اللي اللي نبروش بها الموسيكا في حد ذاتها موسيكا موسيكا في الوقت في الوقت في الوقت 2013 2013 كان فهمها كما كان فهمها في العالم معنا برشا 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 الليبلز جدد برشا معنا برشا موسيكا جدد برشا البومات معنا برشا بريود سجلت معنا ظهور ظهور متاع ناس برشا ناس محلهم كما كيندري كلمار كما جاي كول كما واللي كما فين ستابلز مكميلر داش العبيد اللي اللي أب سول بن سير معنا العبيد اللي اللي عملت الموسيكا اللي نحنا نحبوها بالطريقة بتاتر اللي تشبه للطريقة اللي تخيلنا روحنا فيها نحنا ننجم ونعمل وزيد معنا كمام معنا في وقت كانت إنس كول إنك تحكي حاجات بتاتر ميند فل سول فل بتاريقة معناتها يونج وبطريقة ميس اليوث وبطريقة معنا كفها روح الشباب وروح التوموح معنا متاع الإنسان اللي في عمر معين دوك كانت المرحلة الثانية بتاتر الخطوة المهمة معنا خطر تعرف إنت أصعب خطوة هي الأول لما مش تبدأ تحلم تطمح وتستنى وقتش بالرسمي تبدأ بتاتر الخطوة الثانية هي متاع 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 انتيجراشيون سيبون حد بديتك تبالس في روحك بديت ترى شوية ثنية ترى ثنية ترى روحك شنو تناجم تزيد منين معنا وتشوف العالم ناس تعمل في حاجات يشبهوا شوي اللي تناجم وتعمل وانت ومعه في نفس الوقت معنا حتى في تونس البريودة دي كبديت بديت تظهر أسيمي معنا أبار اللي كي ما قلتلك من المرة الولى معنا كموجودين كعبة ولا كعبتي بديت حال الوقت البيبين الانواع الكل متعرفن والإبداعات الجديدة كلها اكزاكتوما اكزاكتوما اه فولا بدت انسانيتي اللي كي ما قلتلك ما رح لهم يسر في حياتي رغم رغم الظروف رغم معنا الصعوبات اه معنا نتفكر كازمك اللي هو حقيقة انسان تعلمت منه برشا حاجاتنا وعنده علي فضل كبير حتى ولو انو معنا مع علاقتنا معنا ما هيش كيمة قبل لكم يلفوه مع احنا صحاب كيمة ديمة معنا وكل بريودة كيسير بينتنا كونتاكت محليه وكل اما مش كيمة في وقتها اما يبقى عنده علي فضل كبير يسر انسان تعلمت منه بارشا حاجات ومن غادي بدت بدت عفيت هي من غادي بدت I started meeting people معناك بدت انقابل بالرسمي العبيد اللي كل مرح كل مرحلة كل مرة نتعلم منه يعرضني انسان نتعلم منه في ديتاي معين في الموزيكا يخدم غرامك بيتاتر مجدي بيتاتر مجدي اكزاكتما بيتاتر مجدي كان اهم اهم انسان في البركور معناه خاطر مجدي معناها علمني علمني حتى كيفيش كيفيش نبدأ معناها وعلمني اني نواجه هكال فير بتاع بتاع التسئولات ومتاع الشك متاع اسك 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 تخطف اسك اسك هذا هو الميكرو اللي لازم نسجلو به اسك هذا كليب يتسمى اسك ذيبش توصل تسمعها العبيد ذيك الكل معناها اكتشفت معناها في وسط في وسط علمني اكتشفت اللي هي حكايات معناها ثانوية فهمت مجدي هو كان الانسان اللي اللي اذا كان ما تخلطش تمس غناية بميكرو ولا بمطرية البسيط ركما تنجم تخلط تمس بميكرو اخر كيزة حو في ستوديو كيزة معناها اذا كان فهمت بلغتنا فهمت ما يتماش مشارا ودون ترى معنا اذا كان عندك ما تقول في روحك وعندك ما تقول في روحك معنا حفيين في بطحة بس نجم تلبس الكرمبون في ستاد كبير وتخلط التعامل وكل والي هو كان كان معناتها كان واحد من الدروس المهمة في البداية هذي كمتاع انسانيتي اللي خليني نغلب الدوت انفيتنا ثاني تيكست سجلته في البريود هذي كاسمه الدوت معنا تراك في مراحل صعيبة متقدمة معنا كان ندرون نرجع للتراك فهمت بدأ الواحد يتغلب عشاك بشوي بشوي معنا احنا نوية وقتها معنا الف واحد يسمع لنا غني بالنسبة لنا نحن انجيز عظيم معنا خاطر نعرفوهم الثناش من الناس اللي بشي اسمو نعرفوهم معنا صحابنا الثناش من الناس اللي بشي اسمو تراك اذا كان اول ما تبدأ تفوت في عشرين واحد سكور او تبتين فهم الناس جديدة فهم الناس جديدة بدت تسمع نتفكر فهم عبيد من البداية تضوك بالاسم معنا نعرفوهم من بلاس ذيك انسانيتي كنت حلمة محلقة على الاخر كنت مراحلة جميلة جدا كما قلت لكم اللي نبقى نبقى ونحنلها معنا ديما نتوحشها و ولا كنشوف اللي وصل لهم مجدي تاوي يعمل فيه و اللي شوية وصل تخلط عملت ونا من الجمش ما نعطيش صروحي الفرصة بش نقول اني ما ما كملتش الحلمة بخطر كملت اما ثرو كل واحد فينا معنا اترافير اللي يعمل فيه كل واحد فينا كملت تعيش الحلمة حتى كان حتى كان ما هيش موجودة ما هيش كائنة تبقى بالنسبة لي انا من شيرتي نبقى معنا عمري كل معنا ونبقى نتطرق للاليات اللي استعملناهم وبارشة من من دروس المرحلة ذيك هما روبراتي في اللي نعمل فيه كل ما انا فهمت مرحلة مرحلة رائعة من نجم وكان نقول عليها هك ورائعة تعرفش عليش على خطر هي خدمتلك على الجانب وعلى الشخصية اكثر ملي خدمة على الكونتوني اللي بيش تخرج خطر مهم انه بش يجي الفة من بعد سيف لازم لازم معناها باك كامل فيه انتي يزمك تتوقع شنه بش يصير لك الشك اللي هو مهم عالاخر انه الانسان يتغلب عليها خطر تكون عندك ابداعات في مخك وهي ما زلت مهيش موجودة على أرض الواقع وجيز تقنع كان بأفكار موجودة في مخك صعيبة وغديك وانه عرض ك الشك ومهم انه الانسان يجيوز وبيهي عالاخر انه انتي بارتجيت معنا كيفية اتجاوزت وشك وكل شي اللي يهز من بعد الالفة كيفيش خرج للظو للعلن اي 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 ميكس تايب افتر ميكس تايب غني بعد غني بدت شوية كتت توصل كل مرة اكثر ناس حتين لين معتها فما معتها حتين لين جيت البريود اللي بديت شوية نخلط باش ما نقولش معناتها لالاديونس بديت نخلط ديزان للناس اللي تعمل موزيكا في تونس معنا البروديوسر اخرين دي رابير اخرين بديت تتسمع الاحكاية وبديت تتسمع معنا فكرة انسانيتي وكل ومن بعدك كاب التبيعة بديتك تشد بعضها وفي نفس الوقت بديت بديت بتتر يظهر لكل واحد فينا وكسوانا والأكاظ ويظهر لكل واحد فينا معنا بتطريق وبتاريق تو فما الحاجة اللي ما شفت روحي فهم ميهو وشيف روحو فيهم فما حاجة اللي ما شفت روحي فهم ميهو 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 بغض النظر عن شكون اللي خير اثنية صحيحة وشكون لخير اثنية غاض ما كانش فما كان كل واحد فينا عمل الحاجة اللي يرتاح فيها وكهو. فلا هذا من بعد كبديد كي ما قلت لك كمانتها بالمراحلة بالمراحلة نقابل ناس جدد ونعرف ونعرف شكون يسير بيني وبينه اللي شانج متاع مع الدروس والحاجات اللي نتعلمهم ونحاول نعلمهم معنا ونتعدى وفلا كله كان في كنف معناتها الاحترام والمحبة اللي يخرجوا واللي يظهروا في الغرامة ذي معناها. فلا بعدك بعدك حبيت نجرب بروجيات واحدة ونعمل حاجات واحدة وكل. وبدأت من اول اغنية دريم كاتشر معنا بعض يوما ما معناتها دي جام من اسمية تراكيت الويلة تفهم كرة وفما نظرك القديم شوي. استشرافية. فما نظرك القديم معناتها فيجين جديدة وكل. وبدأت الرحلة متاع متاع ألفة ذيك اللي بلا ربعة. فكا هاو كنت من اللول اي جيت اموشنل شوي كنحكي على الامورة ليه. لأي مراحل 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 مهمة يا سرفحية. مهمة ومؤلمة. حتى عاد ما يوكلوا. مؤلمة مش وقتها. اي مبعد. مؤلمة بتترتاو خطر. مايبي مايبي كيما فامت شويسيز محليهم زادة فامت شويسيز بتتركوا. بكتعرفهم الكل اكسبرينسي وفامتها كيما حاجات ترباحهم كيما. مايبي كيما ترباح في الشيرتين مايبي كيما ترباحش بشترباح درس. بشترباح مايبي كيما ترباح غلطة مايبي كيما تعودها. مم. كهو. وبديت معنا حاجة ورا حاجة. كهو. زادة انسان مهم يسر في باركوري. بروديوسر معانتها رات شوبر. اللي هو ميجسيان. وبروديوسر وبيتمايكر وارت ديريكتر. وانسان معانتها عنده فيجين كيس حييسر في مجال الموسيقى. والدليل معانتها الحاجة اللي خلطت عملهم. والنجاحات اللي كل عام تزيد تتجدد في أي حاجة يمسها. معانا. ولا. زادة كانت لي معها تازر باجا ميلي يسر في خدمة بروسيس خدمة موسيقى. كهو. ومبعد. وبرش عبد اخرين زادة معانتها منهم غادي. ومبعدك بديت تكتامل صورة كيما. مش كيما حبيتها ولا. أما بديتك بديت يشتد الساعد معانا شوي في الموضوع التلفصيني. نجم من نصنع بروسيس ولا نصنع معانتها. معانتك بديت خط التحرير متاع ألفا يتكون معانا. ويظهر. بالضبط. لا تكون لها ألفا كيما كان لها برشة نيس. حاجة نبقى ديما ما تعرف بها. وكهو. سايف احنا ألفا مزلنا بش نبقى ونتعمق معاه برشة راهو. ألفا دي جاء معاناها كي تخلقوا وبدأ يظهروا كل شيء. الأسامي والتراكيت اللي سميتهم. نحب معاناها نقول إنه برميل الأسامي اللي كتبتهم بتاع أكثر غنيات أثروا علي في حياتي شخصيا. وكان عندهم فضل في مواقف كيما حكيت من بكري في إنهم عطاوا معنا الحاجة معينة. ألفا هو اليوم في البودكاست ولا في القصة أنتي بالنسبة لي الأهم والمهم في الحكاية. نحب نعرف أكثر إنه كيفاش تخلق ألفا. ما هي التضحيات اللي قدمها على حساب الحلم متاعه. ما هي اللي كان في مخه وقتها. من وقتها من وقتها. وين كان يخزر. ما هي كانت الانسپيراسيون والموتيف متاعه. في الترانسيسيون من إنسانيتي للألفا. مثل البروجيه اللي بتيت فيه وحدي. كنت نتصور برميل حاجات اللي اللي ضحيت بهم هو معنا قراعتي مثلا. اللي في الدونز يمانية معنا سامحني أنجلي قررت أني من كمانش نقرأي. حسيت روحي. يعني نجم نبدا نعطي في الدومينة ذي. نجم نبدا نعطي في الموزيكات. عندي ما نحكي. عندي ما نوري. ووالا ضحيت بقراعتي. ولي هي كان معنا تقارار اللي تلمون كان عرفته بشي بشيزة مع عائلتي وكل. لك ما حكيت لهمش معنا في العاوم الأولى ما تفهمت عام كامل. والعامين اللي في بينهم نقرأ وقاعد ننجح. معنا هم بالتباع عن بعد عرفوا في الوقت المناسب اللي لزمهم يعرفوا فيه. والحمد لله يا ربي كما قلت لكم معنا عائلتي ناس مشجعين هالأخر. ودعموني معنا في اللي خيرتو. جس معنا تحمل مسؤوليتك معنا فهمت معنا. تاو انتي خيرتهاك انت اقو فورت معنا امشي فيه الموضوع. جس كوبو تحمل مسؤوليتك كون قد قراراتك. ومن الحاجات اللي قووني معنا وصنعوا بارتيات قوية من شخصيتي هي هي الشواء ذيك اللي عملتو خطر مهم ياسر انك فيه مجازفة معنا. الشواء كما هكا فيه. باللي قاعدين نحكو فيه الكل معنا في مجتمعنا معنا في تونس وكذا. فيه في ظروف معاينة بستقرر انك تعمل موزيكا ووقتها بتترتو أسهل شوية راي لحكاية. وقتها كان ما فهميش معنا لتيك توك. فهمها شوية هكا فازيت عندك يوتيوب استهبت موزيكا كان خطفة لكس فريستايل شي خطالي العبيد. كهو معنا كان فهمها حاجة من قلبك لقلوب الناس بالرسمي ما تتمشي فيه حقها وكهو. تاوى ما عانت نعيش فيه وقت وينتنجم تعمل ترونت سوغاند على انستجرام كهو تصبح عندك ديل فيه في لايبل وجاوك بيه مسححة ومورك مريقلة فهمت. وقتها كانت ما انا مفهميش اصلا فهميش اصلا الالية تذي فهميش اصلا الالية تذي فهميشت. الشواء والايمين بحاجة ما هيش موجودة معنا. اللي هو مهم ياسر في في اي بروسس متاع حلمة انك تكون انك الحاجة اللي تامن بها. اذاك هو معنى فيزيون عفيت. سيك تشوف حاجة ما يششوف لها العبيد. معنا تشوف في روحك وفي وفي ثنيتك حاجة ما مش يخزروا لها العبيد. تمن بحاجة ما هيش مقلموسة معنا فهمت. وتعمل اللي يليزم الكل. وتطبق اللي تخزر له انت. وتطيش روحك وتغلط وتطيح وتقوم وتتعلم وترجع اقوى وتكمل. ويسيروا لك الحاجات اللي خلوك تناجم. اللي خلوك تناجم تخرج منه البحثة ذلك. كل اي بورطان تكبش وتكمل. جبت لي سؤال سيف اللي هو في المراحل اللي حكينا عليهم توا. تضحيات في التحديات اللي وجوهك وكل شي. شنية شنية قرفي حاول يثبت للروح وباللي معناها بالموزيكا وإلا بالبويقفة ظومة. هاليوما انتي شنية تحب تثبت للروحك. حكينا في شوي بكري هو اللي بدايات كما معطا في وسط المرحلة اللي كنت نحكي لك فهتاو. حققتنا. الاثبات كان اثبات وجود للعالم. كما كنت نحكي لك بذيت من غادي وشنو نعمل بالضبط وشنو نجم نزيد. بعد لفت المرحلة ذيكا وبروز عموك. حتيت رايتي معنا زراعة ضربوية ووريت ميشيلي وشنو نجم نعمل معنا. وفردت روحي معنا بعد الصعوبات اللي كنا نحكو فيها الكل ومنين جيت وكيفاش مشيت وشنو الطريق اللي خيرت وكل. مشيت مشيت بروسيس معين واضح محليها على الأخر. متاع متاع عشرينيات. وانت تعرف العشرينيات ومعنا وكل. ومعنا ما راح الكل وين تصير مشكلة حتى في حياتي شخصية. معنا عبد تمشي وجوه جديدة وجوه قديمة وجايع وضحكات وفرحات وحاجات تعيشهم محليهم على الأخر. وتجارب جديدة سرتو في الموزيكا. وبدأت كنبرفورمي قدام أعداد. وبدأت ندخل في خضم الأمور هذه الكل. ومعنا بعد كما كما معناتها أي حاجة في الفيزيك. كما معناه كما أي أبيك عندها عندها شوت. باتتر الشوت هذه كما معناتها ظهرت لي كما أي مرحلة صعيبة كانت كنت ناجم نتعدى بها في حياتي. اللي كانت الموزيكا تعديني منها من مراحلة ذوكم معناها كما خسارت إنسان عزيز كانت الموزيكا توريني المحطة القادمة. فهمت وتعديني ديريكت. مغادرت مكان عزيز كانت الموزيكا تعديني لمرحلة القادمة. نحط روحي في فازة جديدة في سيركل سوسيال جديد. كانت الموزيكا تدلني وترسخني وتحطني بالصحيح كما نحب أن نتحط. ما كيكون كما قلت لك لكل بيك فما شوت كيكون الشوت في حد ديتها في وسط الموزيكا معنا. كصارت الحيرة متاع بوين واتس نيكست شوي. فهمت؟ دونك الواتس نيكست تذيك هي اللي اللي وقتها جافة تحدي متاع. بتاع شنو اللي بش نسبة الروحي تاو. ما رأى لولا في البدايات ما ذا كانت الإثبات هو إثبات وجودنا في العالم. وقتها مش التحدي متاع. كيما قلت لك زيدة بكر يحكينا شوي في الأوفيسك. كل شيء يتحرك. كيما قلت لك في أعلى موجة في العالم. فجأة قلت لك في القاعة. ومالقاعة ذاك بالرسمي يبدأ تحدي لول. هو أسكو بش تنجم بش نجم ترجع. أسكو بش تستسلم. والحياة فولا الحياة هي راية بش بش تمد لك حاجات وبش تاخذ منك حاجات. وتنجم في الموقع بالثبت وقت اللي أنت تجيبش تستسلم. تعرضك أكبر موجة في العالم عامل كما شفتها. وفولا بوتاتر هذا هو اللي نافيه تاو. اللي كنت فيه في المرحلة اللي سبقت بشوية. مرحلة اللي تعمل فعل ألبوم اللي ما ديته ما عندش برشة من العالم اللي هو أو تريبسين ريهاب. كان تجربة مبنية على التحدي مع روحي أدي وعلى محاولة أثبت النفس للنفس. وعلى محاولة. وحبيت نسبة روحي أني نجم نرجع روحي اللي روحي. لا تترقى أنه نسبة نسبة أني نجم نواجه معنا أي أحساس متعوجيها. وإني كما كانت الموزيكا تجودني كغرام. وتخرج بي من برشة حاجة خايبين إيه. بتترتوناه هو اللي لازمني نجود الموزيكا معنا. وكهو معنا كحديات من النوع هيدا في البروحي. مهم على الأخر كلمك تعرفش عليش سايف على خاطر كيما حكينا في الأوف من بكري. أحنا يمشي في بيننا أنه يمشي في بيننا أنه المعارك الكبيرة للإنسان هي المعارك اللي يخوض فيها البرة على مواقف وعلى حاجات ومعاركه البرة. وهي معاركة الإنسان معروحه. معناها أقوى وأصعب أصعب المعارك. يمكن الإنسان نعتبر اللي ينجح في حياته هو اللي ينجح معروحه قبل ما ينجح مع العبيد أخرى. مهم يسر. وانتي اللي هنا حبيت نسألك كيفيش في اللي يشويت. ما نصورش انه فيما شويت واحدة. أما في الداونز كيفيه كنت تتعامل. أما اللي في داخلك شنية اللي كان طرف الخيط اللي كان كل مرة يمنعك. من اللي هو اللي معاتها ولا تاود. في الكلهم. فما حاجة من عرش انتي اللي كانت دماغه. كلها ترجع لل... كان خاطب... الـ Early 20s. معناه إذا كان خاطب الناس اللي في أول عشرينتهم. نحب بالرسمي عن طريق هنا كتجربة قدامهم ينجموا يخزروا له ويربحوا منها حاجات نخسرتهم. انو راو فما انرجية متدومش. مش معناه بشتب بشتخسر الانرجية متاعك. انت كإنسان تبقى... انرجية حتين اللي ينتحظر ساعتك معناه. اما فما انرجية وقتها موجودة في العسرينت ترى... تخليك تشوف للحياة على اني ما... ما 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 زيلت. وانو ما زيل عندك بارشا وقت. خاطر سي نرمال انت في العمر ذاك مازال عندك بارشا وقت. اه... اه... صورتوك يبدل انسان مغروم. وقتها بشاب قديم... يه... مش يستسخر امام... يستسخر يستسخر. ما يكبرش حاجات من النوع ذا. ما يكبرش دي زوبستاكل. نحكي على روحي معتك... ايش نور مشكل عندي الموزيك. تصير ايش نور مشكل جاوي به. نمشي نكتب تراك يمتغدوا الصباح. نهبطو ونتعدى للمرحلة القادمة. فما حد شيء معنا نحكي اللي حاسيتو. نمدو للعبيد. ذي ريليت. يصير اللي يشانج ذيك. طب نطلع درجات. كيف اكيكا معنا كانت لحكيه. اما هو الحق كنت نحبذ وكان اني خزرت لكل شوت. وبطريقة اللي نجم نستمد منها اكثر دروس. اللي نجم نستمد منها اكثر تواضع جيست قدام الحياة. خاطرنا احنا في فاصلة فيه ما نسمو حد شيء معنا فهمت. وفي نفس الوقت احنا كل شيء. وقتيش نوال واحنا كل شيء. وقت اللي نعرفه جيست الحيز متاع دورنا. ونعرفه رواحنا شنو نجم ونزيدو. ومن بعد من غير حدود. معنا اعمال الي تحب تعملو كل. معناها، إنل نعرفه رواحنا. بالضبط تعرف راح كانت راحك بالضبط شنو تنجم تزيدو اشنو التنجم تنقص. ومن بعد مرة... بالضبط.. الانيرجية ذيكا متاع الصغر. نحكي ماي أني عمري ستين سنتين ليش. ولكن الانيرجية ذيكا كانت هيfil كتيحة اللي تخليني من ما نكبرهاش في مخي برشا ماشيكل ونكمل على روحي وقت اللي هناك كنت النجم نعطاها حقها وكها ونتعلم منها ونكمل بش ما نخسرش برشا من اللي من اللي النجم كنت نوفره للي تاو موجود معناها للي تاو بشعرتني في حياتي فهمت بله بيه على الاخر وليهناك نزيده نبقاه شوية في اللي يشوته كل إنه الإنسان مهما الإنسان كيعيش في الدنيا هو بش يوصل ينجح وكل شي لازم ديم يحاول يلوج على المعنى هي رحلة الإنسان بالأساس في الدنيا مهما كان اللي يعمله هو رحلة البحث على المعنى في حياته وإنه يطبق مهمته اللي أهبط على خاطرها للدنيا وتخلق لهناه ألفة أنت معناها في الموزيك اللي تعمل فيها وكل شي في بارشا معناها في بارشا هيتس وفي بارشا لتراك وكل كنت في كل مرة نتأكد إنه الإنسان هذا عليك أنت وكل وراه صحاوات روحية وراه إنسان فاهم الأبعاد متاعه ونحن من بكري حكينا على إنه مهم حتى ولو كان إنتي في العشرينيات إنك تكون واعي الوعي وإنك تعرف ذاتك شنية بش تزيد ولا شنية بش نقص ذيك حاجة أخر إنك تعرف ونعرف إنه الإنسان جوانب متعددة كيما هو عقل عنده متطالبات وكيما الإنسان بدان كيما هو روح كيما هو طاقة كيما كنا نحكيه من بكري إنتي في الداونس ولا حتى في الحياتك العادي كيفيش تغذي كل جانب من جوانبك؟ من اللول معتها بش على قد ما كنت نحب بالرسمي في موزيكتي تظهر اللي كنت تحكيلي فيه معتها كلمة روحانيات حكيتها في برشة غميات I really wanted to make soul music for real معتها بالرسمي Everything I did was about soul معتها أي حاجة عملتها كان للروح معناتها أما صحوات روحية ريالما في حياتي ما نحبش ندعي عليك ولا حاجة حقيقة في البدايات الظكم كانت كلها حاجات فيجينيرية معتها حاجة تموجودين في الرؤية اللي نحب نكونوا معناها واللي نحلم بوجوده في اللي كنت موجود فيه معتها في ميكس تايبس كما Lost Souls Paradise الأول والثاني والثالث أزوز منه معتها خدمتهم في انسانيتي والثالث خدمتهم في البروجيرين خدمتهم ألفا معتها حكيت ياسر في المواضيع العظومة كورا ونحب مع تعديمك متاع ما يسول والكناكشن ما بين الألمنت اللي موجودين الكل اللي تحققوا كما يلزم معناها الكناكشن تتحقق كما يلزم وكان معناها كنت ماشي نحو ذلك نحب نحط روحي في الاتجاه ذاك وحتى المشاكل اللي نحك علامهم هما المشاكل اللي نجمو يعيقوا الشيئ ذاك معناها اللي نجمو يعيقوا البروسيس الذاك معناها فهمت ما وقتاش بالرسمي حاسيت بأهمية معناها كل الألمنت وبديت نعطي في قيمة كل الألمنت ونعمل في الحاجات اللي تغذي كل الألمنت هو ما عنديش يسر الحق معناها فهمت تاو تاو معناها فهلا تاو تاوك بشم الغذي ما يصول بحاجات حقيقية معناها مش بمش 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 بأمور مصنوعة بسبستنسز معينين بالدراجز ولا بأمور ما هيش موجودة معناها ولا ما تدومش ولا ما استعملش حتى ما يدخل ما غير تدخل أي عنصر خارجي ولا حتى العنصر الخارجي كيتدخل يكون معناها الكنيكسيون بيني وبينه جائزة كما مثلا مش كما بش تكنكتي مع بيزاج متاع بحر ولا جبل كما بش تكنكتي مع جونتا معنا هذيك عندها قيمتها تنجم تزيد في عبيد المعاينين هذيك أما أمل الأهم هو أنك تكنكتي مع مع عناصر جائز أنك تكنكتي معها خاطر الكنيكسيون بتاعك مع الطبيعة لازم أنفيت خاطر الطبيعة فيها ألمنت أنت تصنعت بهم تشبه لنا على الأخر هي ديجات ببينسور هي كإينات معنا هما معنا نحنا في كو إكزيستنس معهم مع بعضنا نعيش في العالم كما هما عندهم أدوارهم أنت عندك دورك معهم دونك كي كل واحد يشد بلاستوفر مجرب الصحيح حتى ولو تأثيرك بسيط جدا أما بيش تساهم في كل مهم للكون معنا كالتصوير متاع الدرب التبينة بيش تكون عندك الضوم تاعك في وسط التصوير ذيك وقت اللي تلعب دورك وتقوم معنا وتعبي بلاستك كي ما يلزم معنا سيف تعمل ميديتاسيون ولا؟ هيدا هو اللي قاعد نحكي فيه تاو معنا تاو قبل بالنسبة لي كلمة ميديتايشن من أول بدايتي في اللي نعمل فيه كل كانت مهمة معنا وموجودة في حياتي ما نسبة لينا الكتبة كانت فورم ميديتايشن ستوديو سيشن كانت فورم ميديتايشن ميديتايشن معنا وقت مع أمي كانت ميديتايشن ومعنا صحابي قربي من الكنيكسيون مع صحابي حاجات اللي نحس في روحي قاعد ننغذي في روحي بهم ونستمتع بهم بالرسمي ونبدأ كنعمل كشهيق متاع نحب نتنفس والأكسيجين متاع اللحظة ذي بالنسبة لينا يتسمى ميديتايشن نفهمت أما حقيقة توا في اللي نعيش فيه توا في عمري وقت اللي تأذيت شوية نفسانيا وقت اللي رجعت على روحي في برشة حاجة تسكرت على روحي وقت اللي عملت برشة غلطات مخيبها مع الأخر والإنسان مع انت خطاء وانت تعرف معناش مثاليين وفي أواخر العشرينيات بمزيج من متاع هذا الكل معا ندم على برشة قرارات ولا شوية قرارات ما مشي بلاستهم وقتها مثلا بديت اني نعطي قيمة للجسد مثلا يلي قبل المعنى تقول لي تعمل سبور وقت اللي هو ما تنجي مش تحكي على ما تنجي مش تحكي على ما تنجي مش تحكي على عقلينيات وروحانيات مغير ما تعتقي متل جسد خاطر الجسد هو اللي اللي هزز شيء مركبه هو مركبت شيء هذا الكل وهو التمثل الأول التمثل الوجودي الأول للإنسان في الحياة انت شنوه اللي بش تظهر وللعالم معتها من الأول انت جسد مش جزت في ظاهرياً الحكاية مي جزت معتها بومور صحة بانسير خاطر كي ما تنجي مش تعمل كان متنجي مش تتنفس بالصحية كان متنجي مش تتنفس بالبيهي بنظيف اللي يدخلوا لبدنك الكل حتى ميكلة اللي تاكلوا كله عنده تأثيره على طريق تفكيرك فلا اللي اللي معتها فهمة فهمة أي جلسة تجلسها مع إنسان فهو متع 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 كنت محطوا سوقنديرا على الأخر معناتها حاجة مهمة على الأخر خاطر كي بديت نمارسك كاف شوية رياضة اللي يستحقها بدنيوك هو بطل أولمبي كنت تحس في التغيرات تظهر في بدنيوك كنت نحس في أحاسيس كنت نحس فيها في بفورمانسات معناه قتلي إنه بفورمي قدام ألفيين ولاتلتالف واحد ولا بدأ الرياضة تكون إدمان جديد محليها على الأخر شدت بلاست إدمانات قبل مخيبة مع الأخر واكتشفت لي أحسن تعطيته في حياتي هو الرياضة خاطر الفعل متاع إنه الموسكل بش بالرسمي يدخل في وجيعة بش إنه هو يبني روح ويقدم ويبني روحه فعلا ذاكا في حد ذاته دانير ما ملقيتش حاجة ترتاح نفسانية أكثر من الشيء ذاكا معناه و بدون بدون أهداف معينة أبار أهداف معانتها نفسانية بحتة أهداف معاناة معاناة ما نحبش ما نحبش تكون سريعة وملموسة على قد ما نحبها تكون موذيفة لنهاري نفسانياً و كهو أبارسة معاناة اللي نخمو معاناة التنكينج بروسس متاعي واتصالي بروحي معاناة كله كوالا ولا يتعمل بطريقة أصح كعتيت قيمة كل عنصر قد ما يستاهل معاناة ما غير ما غير ما غير ما غير ما ما نقليجي حتى حتى حاجة فمت والأهداف والفورمس الجدد هما هما تنفس مليح وتجنب أفكار خائبة خائبة بالضبط والتنقيس والتنقيس يسر من التخميم في في معنتها الماضي ولا المستقبل أكثر أكثر ما أني معنى أن نعيش اللحظة ونعيش اللحظة مش بالمعنى متاع نعمل نعيش اللحظة بالمعنى نعطاه حق هاللحظة نعيشها بكلي نكون حاضر بكلي في الحاجة بالمعنى 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 نسمع كما يلزم نسمع نشوف نمتع النظر ونعبي ونشبع عيني كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم في عمري كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم على خاطره كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم كما يلزم عرضته مشاهد ولا لحظات في حياته اللي مدته لإعاد له عمره بالضبط ويبقى بالرسمي على الأخر وذيكا عليش احنا ديجا في البودكاست ديما نذكروا انه البودكاست هذي بالذيت كيف ديل البودكاست هي ديجا تختار العبيد اللي تسمعها والعبيد اللي تسمعها ديما نحاولوا انها نحكيه وفي انه كي بيش تسمعوا البودكاست تسمعوها بقلوبكم مش بعقولكم على خطر على خطر هناكي نحكيه ونحكيه ونحكيه على معاني لهنان احنا قاعدين نشوفه في باطن الأشياء اليوم كي نحكيه ميدتاسيون ولا تحكي سايف على السبور ما هوش جسد على خطر احنا يمكن كانت عندنا له هيسا النظرة السطحية ولا تعاملنا معها سطحي في انه جمالي كهوق تلي انتي متعدد انسان متعدد الأبعاد كما عندك متعدد الأبعاد والروح هي الأساس وهذا المادة مخلوقة لخدمة الروح والروح ما تنجمش تبدع وتعمل أثر في الدنيا إلا ما تكون المركبة في كامل الصحة وفي كامل معناها القوة والبنية هذا ديما نحاول ان نوصله لهنان عندي سؤال ومبعديك باش نوصل لأخر البودكاست اللي كانت كونفيرساسون ياسر ممتع يا سايف السؤال متاعي اللي هو وانتي تحكي من بكري متاعه في المرات اللي ديما تحس في روحك أنتي مضغط نفسانيا كرباء وكي منت تهرب ديما أنتي معناه وين كان مهربك كيفش كنت تعيشهم العام اللي فات مما sunt عشت برشة اللحظات صعبة نفسانيا على بعض اللي كنت مستنسيبيه معناه juice عشرينية ينطبع دونونNO'd שID عشرينية كانت الكتيبة كتيبة و الزطلة بش نحكي معك بالفرشة الكتيبة و معتها كاسي جوست اللو فاتني نتكيف جونتا و نكتب بنسبة لي ناسي باوه كان بش نحكي عليها و حدات الموضوع سيك وراني واجهته على الورقة وراني بش نحطه في غناية و بش نمده للعبيد السلام عليكم و تسكرت فهمت في اللحظات اللي صعبه دانيالما سيك معتش تظهر اللي معتش الكتيبة تعمل في الدورة دي كخطر ممكن الموزيكة ولات معتش اكتيفيت في حياتي ولات بروفيشيون ولات حاجة اللي ريالما ولات نعيش منها دونك جيتا كالمرحلة اللي استحقيت حاجة اخرين معنا ولا وزطلة مع اي نوع بتاع الدراج معتش يعاون دونك دعيت وصليت وحاولت نقرب من ربي اكتر من ايا اكتر من ايا مرحلة كانت وبدرجة ثانية واهم معنا ولا مش اهم ما بدرجة ثانية هو عائلتي جيت برشة برشة اجوبة تعاون معنا الجيت روحك معنا الجيت اللي يكفيك زك تمام الي ززي معنا بتترميش الاجوبة اما الجيت اللي حشتي بيه معنا كل القطع النقصة في البزل فهمت فالا الخروج لطبيعة كما كنا نحكم بكري ااما انا عندي علاقة كبيرة مع الجبل مع المناطق الجبلية مع الخضار اللي في الجبل كثرة حتى شويما البحر كل واحد كل واحد سنا وفاستو شوية كدهم في غسرين حتى في الشمال الغربي تعرف أنت السحر اللي موجود بني متير وعند رهم وفرنين غاد يفهمها بني متير فهمها حاجة مش نرمال تنفست على الأخير وتحسنت مع أنت علقتك مع روحك توجه الفكرة تحسنت تعليقها مع الروح وكي ما يلزم كان لازم يصير يصير ولهنى الناس اللي يتعدوا بضغط نفسي بطيتر أول أول هربة بشتظررهم ومن الوضع ذكي في مخخهم سيكون نبقى واحدة لازم نبقى واحدة نسكر على روحي ويزم ينقوم حاجة ولا يزمي نتفرج على 28 سيري نقتلهم على بلاستي ولا يزمي مع رشنا ونعمل المهم يزميش كونتاكتي حتى حد مش ذكا دي مالحل الانعزيل والانطواء على النفس مش ودي ما حل يكيد يكون مش والحل أصلا بطيتر فيها نبودة ما معتها فيه فترة وجيزة أي معتها ما تفوتش نهار إذا كنت حد تعمل حاجة ذيك من حقك معنى أنت العزلة بيهي مايش خائبة مش عيشة العزلة المنظمة مايش عيشة مايش مايش معنى أنت عيش المهرب أصلا سيدا درنير مايش اللي في كل جسر بيني وبين العبيد اللي نمدلهم في الموزيكة كسوال موزيكة ولا هكا لا مو مهم كيف هكا نحاول نعدي فكرة أنه أحكي مع شكون أحكي مع إنسان متوقعت صرحك تحكي مع أحكي مع سترينجر إنسان غريب عليك أحكي مع باباك اللي بيني تكنتوية بارش أقدر وممكن يسر يعطيك 600 كف كنت تحكيه لأ الحكاية بالحق أرأو مايش نوى نجم يصير نجم يصير عكس اللي أنت متوقع ولا خايف منه ولا اللي يخليك ما تحكيش وأخرج أخرج بالرسمي معنا تخرج ما تمشيش للقاهوة ما تمشيش الكلوب ولا ما نعرفش الوين أخرج أمشي أعمل حاجة ما تتوقعش روحك تعملي بارا لعب كرة حديدة فتت روحك في سياقات ولا في حاجة مختلفة ما تشبه لكش بشتبش خاطر غادي وين الحياة بشتبربوزي عليك فرضية جديدة وتكتشف جوين بأخرى من روحك اكزاكت امو اشتركوا في القناة